أنا أريد أن أقول أن هؤلاء المدفوعين دفعاً يريدون تشويه الإسلام لعلك أخي الفاضل أنس حينما تسمع مصطلح في الجزيرة أو في غيرها حركة أنصار الله تقاتل حركة أنصار الشريعة هذه في اليمن في اليمن مصيبة يعني كلهم يدعي وصلاً بها الدين للأسف هذا يعني أنصار الله تقاتل أنصار الشريعة تشويه ممنهج للدين الإسلامي ولسماحة هذه الشريعة حتى في سوريا شاهدوا مثلاً جيش الإسلام يقاتل داعش أو جوهة النصر حتى كلهم يقاتل دولة الإسلامية دولة الإسلامية بمعنى وأنه كثير من الناس يعني يقول لابد من إقامة دولة إسلامية الغرب يقول هذا هو النموذج لأي دولة تفكرون نموذج مشوه نموذج نمطي ظلامي وشوه فعلاً هذا هو الإسلام يقتل أهل الهوية لا يرحم حتى المخالف له في المذهب وإنها الحقيقة مصيبة في عالمنا العربي والإسلامي وهي مقصودة لتشويه سمعة الإسلام بكل ما يحمل الإسلام من معنى ومن أحكام وشرائه ترجمة نانسي قنقر